صلى الله عليه وسلم يا أبا عبد الله صلى الله عليك يا مولاي يا ابن رسول الله وابن أمير المؤمنين وابن سيد الوصيين وابن فانطمة الزهر سيدتي وسيدة نساء العالمين يا رحمة الله الواسعة ويا باب النجاة الأمة وسيرانج الظلم وأب الأئمة غريب يا مظلوم كربل يا ليتنا ثم يا ليتنا كنا معكم سادتي فنفوز والله فوزا عظيم ومن لي إذا قلبتني الأكوف ومن لي إذا قلبتني الأكوف وجردني غاسلي عن ثيابي ومن لي إذا امتازت الفرقتان أهل النعيم وأهل العذابي وكيف يعاملني ذو الجلال ولا أدر إلى ما يكون انقلابي يسأل ذاك اليوم عندك عمل لو ما عندك عمل يقول ما عندي إلا عمل واحد وما هو ذاك العمال قال وهل تحرق النار عينا بكات لرزء القتيل بسيف الضباب وهل تحرق النار رجلا مشايت لقبر منه عالي القباب وفي آخر يقول إذا شئت النجاة فزر حسين غدايا تلقى الإله قرير عيني وحاش النار ليس تمس جسم عليه الغبار زوار الحسيني أنا ياريتني قدام كل واحد من الناس VERSE والثيم ضريح ابن نبي طيب الأنفاس وصيح المدفون بس جثة بلارة يا أكرم الناس ادفنك بغير تجفي أولاما وصلت كربلة وجيت الشريعة ذكر أبو فاضل أجفنا القطيع أنوح على السبع حمى خدريل وديعة أقول يا أبو فاضل يا شايل راية حسن قولوا ترجيناك يا مخمود لنفاس حامل الدفتار كاتب الزوار عبا كان الخبر مثبت فضخوا منك وعلى الشريعة قطعوا منك الشفة هو المرجع لله وما توفيقي إلا بالله عليه توكلت وإلي قمي قال الحق عز من قائل وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون آمنا بالله صدق الله مولانا العليم من دور القرآن الكريم التي ذكرها القرآن في غير واحدة من المواضع أن القرآن الكريم تفرد بأسلوب راق وفريد من نوعه في إلزام البشرية ببعض الأحكام الشرعية بعبارة أوضح أقول القرآن الكريم بما هو دستور إلهي وميثاق جعله الله عز وجل بيد البشرية هذا الدستور الإلهي حمل بين دفتيه أساليب متنوعة إلى هداية الفرد والمجتمع واحدة من درر القرآن الكريم واحدة من لقائف القرآن الكريم التي وجدت في بعض جوانبه أن القرآن الكريم كان إذا أراد أن يلزم المؤمنين ببعض الأحكام الشرعية فإنه كان يلزمهم بذلك الأمر في قالب ملؤه التوددوا والتعطفوا إلى الطرف الآخر أنت اليوم لو تمسك لك أي قانون من قوانين التي هي من صنيعة البشر قانون من صنيعة البشر البشر هو الذي صنع ذاك القانون وهو الذي وضع ذلك القانون ماذا تجد في ذلك القانون البشري؟ تجد بأن القانون البشري يقول هكذا يجب عليك كذا وإن خالفت فعليك كذا فهو يذكر المادة القانونية وما يترتب عليها من المخالفة يذكر المادة بما هي مادة قانونية ويذكر العقاب المترتب على تلك المادة القانونية هذا هو القانون الوضعي لكن لم نأجي إلى القانون الإله وقانون السماء لا الوضع يختلف الله عز وجل لما يريد يلزم البشرية بقانون إله ما يجي يقول لي يجيب عليك كذا وإن خالفت كذا نعم في بعض الجوانب يستخدم هذه المادة يستخدم هذه المفردة لكن في بعض الجوانب جاء بقالب ملؤه التودد والتعطف إلى الطرف الآخر وكأنما القرآن يريد أن يلزم البشرية بذلك الإنزام لكن من جانب المحبة إلى ذلك القانون أعطيك مثال الله عز وجل ينزل آية على قلب المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم يا رسول الله خذ من أموالهم صدقة شنه تطهرهم وتزكيهم بها وصل عليهم إن صلاتك سكن له علماء الأصول يقولون بأن فعل الأمر ظاهر في الوجوب الله لما يقول أقم الصلاة يعني الصلاة واجبة لما يقول كتب عليكم الصيام يعني الصيام واجب هنا القرآن يقول خذ من أموالهم يعني أخذ المال واجب شاء الإنسان أو أبا ضريبة إلهية ضريبة مالية أمر بها الحق سبحانه يجب على كل مسلم مؤمن طلع الزكاة الواجبة يذكر الشيخ الكليني عليه الرحمة في كتابه الكافي الشريف رواية عن صادق آل محمد عليه السلام يقول لما نزلت هذه الآية نادى مناد في المدينة إن الله فرض عليكم الزكاة كما فرض عليكم الصلاة مثل ما الصلاة واجبة الزكاة بعد شنه واجبة شاء الإنسان أو أبا لا بد أن يصلي وشاء الإنسان أو أبا لا بد أن يخرج الزكاة الواجبة خل فكرك يمي هذه الزكاة الواجبة الله محتاج إليها إليه حاجة في تلك الزكاة إليه غرض في تلك الزكاة الله يقول بسم الله الرحمن الرحيم خذ من أموالهم صدقة شنهو تطهرهم هم محتاجين إلى التطهير هذه الزكاة الواجبة إذا طلعوها تحقق التطهير والتطهير ما هو يقولون إزالة القاذورات إزالة الأوساخ الإنسان قد يتلوث بأدران المادة قد يتلوث بالمعصية فيحتاج غسيل يحتاج شيء طهرة يقول أن تخرج الزكاة الواجبة هذا التطهير هذه الأوساخ اللي تعلقت بهذا البدان التروح وإخراج الزكاة الواجبة هذا واحد اثنين تطهيرهم وتزكيهم بها التزكية يعني شنو؟ التزكية هي النماء سميت الزكاة زكاتاً لأن الإنسان يرجو بإخراجها أن يزكو ذلك المال أنا لما أجي وأقبض على هذا المال وأعض عليه بالنواجد خوفاً من ماذا؟ خوفاً من أن ينقص خوفاً من أن يذهب هباء القرآن يقول أنا أضمن إلك زيادة المال وأن هذا المال يزكو وينمو بماذا؟ قال أخرج الزكاة الواجبة فتجد بأن الله مو محتاج للزكاة لكن جاء بهذه الفريضة ويقول للبشرية أنتم محتاجين أن تخرجون الزكاة نحن مو محتاجين وهذه الزكاة إلا الله مو محتاجينها يجب على الإنسان أن يخرجها تعال شوف أسلوب القرآن لما الإنسان يخرج الزكاة الواجبة الواجبة عليه إلا الله مو محتاجينها الإنسان محتاجينها تزكيه وتطهره تعال شوف القرآن يقول للنبي صلى الله عليه وآله يا رسول الله إذا أخرج الزكاة الواجبة هنا تكليف يناطبك يا رسول الله ما هو؟ قال إذا جاء المسلم أطلع الزكاة الواجبة علي ينبغي يا رسول الله ماذا؟ قال وصل عليهم إن صلاتك سكن لهم إلا بيخرج الزكاة الواجبة يجب عليك أمر من الله أمر من عند الله يجب عليك يا رسول الله أن تخرجه أن تصلي على مخرج الزكاة ليش؟ قال هذا اللي أخرج الزكاة أحسن سوى إحسان والإحسان يكافأ بإحسان من مثله فلا يجازى هذا المؤمن إلا أن تصلي عليه لذلك يقول علي بن أبي أوفا أخرج أبي الزكاة الواجبة ووضعها بين يدي رسول الله صلى الله عليه وآله فرفع النبي يديه إلى السماء وقال اللهم صل على آل أبي أوفا العلام الحل يقف يقول شنه المراد من صلاة النبي على الآل أبي أوفا المراد من صلاة النبي أن النبي يدعو إلى مخرج الزكاة يدعو بنماء ماله بتسديده بتوفيقه فتجد بأمن القرآن مع أنه ألزم المؤمنين بأن يخرجوا الزكاة الواجبة لكن في المقابل أمر رأس الهرم رسول الله صلى الله عليه وآله أن يصلي على مخرج الزكاة فلما يجي المؤمن ويخرج تلك الزكاة الواجبة وتلك الضريبة المالية الواجبة لكن كل هذه الحسنات بنالها أولاً المال سوف يطهر وسوف يزكى أفوكل هذا رسول الله اللي مو محتاج إلى هذا الزكاة سوف يتشكر مني وسوف يصلي علي وسوف يدعو إلي هذا المال الإنسان حريص على أن يحفظه لكن لما يشوف هذا الود ويشوف هذا العطف ويشوف هذا الإحسان من القرآن يحبب إلى نفسه أن يخرج الزكاة لو لا يحبب إلى نفسه يحبب إلى نفسه وإن كان الإنسان حريص على ماله الإنسان أحرص شي على فدين حريص على نفسه وحريص على ماله تحبون المال حباً جمّاً لكن لما يشوف تعال أنا لما أخرج الزكاة ترى الإسلام بيتعامل وياي بها العاطف بها الحنان بها الويد فكل هذا ما يبخال يعطي الإسلام ويعطي رسول الله وهو يحب الإنفاق في سبيل الله فتجد القرآن حبب للمؤمنين الإنفاق في سبيل الله لكن موجة قال ليه إذا ما طلعت سوف نأخذك أخذاً شديداً وعذابنا كان لا خل الإنفاق محبب إلى قلوب المؤمنين في قالب ملؤه التودد والتعطف والحنية اليوم في القوانين الوضعية في قانون يقول لك إذا ما طلعت الضريبة المالية سوف يغضى الطرف عنك أو لا إذا ما طلعت الضريبة إذا أخرجت الضريبة المالية الواجب علي قانون من صنيعة البشر يجي يقول لك إذا ما طلعت الضريبة الواجبة يجب عليك إطلعها الضريبة المالية ولأن طلعتها يقول لك المشرع لذلك القانون مشكور رحم الله والديك هذا موجود في القانون الوضعي قانون السماء يقول لا مخرج الزكاة هذا يترحم عليه رسول الله ويدعو له رسول الله بل ويشكره رسول الله على أن أخرج الزكاة الواجبة فالقرآن تميز بهالأسلوب أسلوب التحبب أسلوب التودد إلى البشرية في صناعة القانون البشري بعد القرآن تفرد في أن زرع في النفس البشرية بعض الأخلاقيات أيضا بنفس هذا الأسلوب يعني مثلا من الأخلاقيات اللي زرعها القرآن في نفوس المؤمنين أخلاقية الصبر أنت لو جيت قلت لي أخلاقية الكرم أيضا زرعها أقول لك الكرم مما ينسجم مع طبيعة الإنسان الكرم يتوافق مع طبيعة الإنسان يعني هذا حاتم ما كان مسلم لكن طبيعة كانت طبيعة بذل وعطاء وإنفاق فلو جالي إسلام وقال حاتم ترى نريدك تنفق وهذا مما يحببه الإسلام ما راح يختلف في الوضع عند حاتم الضائي لأن طبيعة سجمت على ذلك الأمر لكن تعال إلى صفة الصبر اللي ما تنسجمه طبيعة الإنسان الصبر ما ينسجم مع طبيعة الإنسان تعال انت غني وبتصير فقير واصبر أو ولد عزيز على قلبك فالذت كبدك ويختطفه الموت ويقول لك القرآن اصبر أو أنت يوم من الأيام عزيز قوم لك صدارة المجلس ولك الكلمة الفاصل وإذا الدنيا دارت بدوائرها وأصبح ذلك العزيز ذليلا وقل لك أصبر هذا الصبر ما ينسجم يا طبيعة الإنسان ما يقدر الإنسان يصبر كل شيء قال أصبر كل شيء قال أصبر ما ينسجم قلب الإنسان لا يتحمل طاقة الإنسان لا تتحمل فالجشلون إن تجي تزرع فضيلة الصبر وخلق الصبر في شيء لا ينسجم والطبيعة البشرية لا ينسجم الطبيعة الإنسانية يجي القرآن اذرع لنا هذه الفضيلة بأسلوب جدا راقي بحيث أن الإنسان لما يقرأ آيات القرآن يتمنى أن تحل عليه مصيبة ويصبر حتى ينال هذا العطاء الإله اللي الله ما يعطي للإنسان الصابر ولنبلونكم بشيء مو كل البلاء الله يقول ما بنعطيك كل البلاء ما قال ولنبلونكم بالخوف قال ولنبلونكم بشيء لأن الإنسان ما يقدر على كل البلاء هو تمر عليه نسمة من بلاته فيضطرب وعيش الوجل والخوف ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال شوف تعبير القرآن ولنبلونكم قال بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس يعني ليس كل مالك بناخده ولكل الأنفس بناخدها بعض من المال بعض من الأنفس ونقص من الأموال والأنفس بعد والثمرات الثمرات يعني شنهم الولد ثمرة قلب أبي الله يقول احنا بنبتليكم بهذا البلاء العظيم خوف على حكم يقول بأن إطلاق الوصفي لا يدل إلا على التلبس بخلاف المعنى الوصفي فإنه يعطي سيرورة المعنى الوصفي ما لك في الإنسان شنو معنات هالجملة من العلامة الميزان أوضحها لك به المثال يقول العلامان صاحب الميزان هناك فرقون بين قولك الذين صبروا والصابرين وقولك الذين شكروا والشاكرين ويجي الفرق سيدنا يقول لما يقول القرآن الذين صبروا يعني هذا صدر من عند صفة الصبر مرة واحدة لما يقول الذين شكروا يعني هذا صدر من عند فعل الشكر مرة واحدة لكن لما يقول الشاكرين لما يقول الصابرين معنات هذا مو صدر من عند الخلق مرة واحدة هذا معنات طول الخط كان صابر وطول الخط كان شاكر أنت متى تسمي الكريمة كريمان ذاك اللي صدر من عند فعل الكرم مرة واحدة هذا ما تسميه كريم بل تتعجب منه أن مثل هذا الإنسان صدر من عنده فعل الكرم مرة وحدة لكن لا تسمي الكريم كريما إلا إذا كان ديدنا شنهو ديدنا الكرم إذا كان ديدنا الكرم تسميه كريم ارجعوا يا إلى الكتاب الفقه سيد الإمام علي الرحمة يقول الكلمة يقول في صلاة الجماعة هناك شرائط لإمام الجماعة واحدة من شرائط إمام الجماعة قال أن تكون العدالة ملك راسخة في نفسه ليش العدالة ملك راسخة في نفسه يقول ذاك اللي يسوي الغلط ورد يتوب منه مرة ثانية وعقو بيومين رد يرتكب الخطأ مرة ثانية ورد يتوب يقول هذه التوبة ترجع إليه العدالة يقول لكن هذه العدالة مي ملك راسخة في نفسه لو كانت العدالة ملك راسخ في نفسه لما ارتكب الذنب مرتين في يوم واحد أو متعاقبين الإنسان إذا كانت العدالة ملك راسخ في نفسه يندر منه أن يخرج منه الذنب يندر منه يعني ما يخطأ يخطأ لكن الأصل في أنه عادل حريص على أن يبتعد عن الخطيئة حريص على أن يبتعد عن الذنب فيقول السيد الإمام إمامة الجماعة لابد تكون العدالة ملكة لذلك يعرفون الملكة بأنها شيء راسخ في النفس الشيء الراسخ في النفس يسمونه ملكة السيد صاحب الميزان يقول الله لما يمدح المؤمنين ما قالوا بشر الذين صبروا ليش يقول لأن الإنسان في أول البلاء قد يكون صابر شوي يحتدم البلاء قد يكون صابر لكن مو بالضرورة في آخر البلاء يكون صابر هذا يقول صبر أول البلاء صبر في وسط البلاء صبر لكن آخر البلاء جزع الله يقول إحنا هذه البشارة ما نعطيها حق الذين صبروا هذه البشارة نعطيها إلى منه؟ إلى الصابرين الذين أصبح الصبر ملكة راسخة في أنفسهم وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون وإش بتعطيه يا رب؟ قال أولئك عليهم صلوات من ربي تصبر والصبر لا ينسجم يا طبيعة الإنسان لا والصبر يكون ملكة في نفسك من أول البلاء إلى آخر أنت صابر ولم تجزع ولم تتأفأف ولم تقل كلمة فيها ضجار يقول إحنا نعطيك ثواب في الدنيا قبل إلى آخر ما هو الثواب؟ قال لا أرضى لك ثوابا إلا أن أصلي عليك الله من بطنان عرشة يصلي على الإنسان الصابر تصلي على الصابر يا رب؟ قال نعم أصلي على الإنسان الصابر لأنه تحمل ذلك في جنب الله تبارك وتعالى فلما الإنسان تحل عليه بلية أو رزية من رزايا الدنيا ويقرأ بأن الله سبحانه وتعالى يصلي على الإنسان الصابر حتى وإن كانت المصيبة عظيمة لا يملك إلا أن يصبر في جنب الله صبر لأنه يرجو أن يصلي الله عليه لذلك تعال اقرأ لما إحنا نقرأ في الأولياء والكمال لماذا كملوا دون سواهم؟ لماذا أصبح القرآن؟ أمير المؤمنين في يوم صفين يقول هذا القرآن صامت وأنا القرآن ناطق يعني هذه الروحية القرآنية هناك من جسدها على أرض الواقع فإذا كان الله يقول قرآنا نحن نصلي على الإنسان الصابر قرآن الله الناطق في يوم كربلا كان صابرا أم كان جازعا يقول الراوي ما رأيت مكثورا تكاثر عليه الجيش أربط جأشا من الحسين عليه الصلاة لسانه بماذا كان؟ قال هون ما جرى علي أنه بعين الله نيف سبعين جثة على واهجة الرمضان من جملتهم ثمنطعشر بدر من بني آشم كعلي الأكبر والقاسم وغيرهم ومع ذلك قال الإله إن كان هذا يرضيك فخذ حتى ترضى واللي شاطرت الحسين في رزايا ومصائب فخر المخدرات زينب ساعد الله قلبها لما رجع جواد الحسين يحمحم ويصال صهيلا عاليا خرجت ظنت بأن الحسين قد أتى لها بما يهوى الفؤاد ما خرجت إلا وسر جمائل والوعنانه مخضب بدم الحسين عليه الصلاة وين تتوجه وين تروح ونسوان وأطفال توجهت إلى باقي البقية الإمام زين العابد يا ابن أخي ما تأمرنا مئة أو ثمانين طفل طفلة عن زينك وكلهم على عاتقة يا ابن أخي ما تأمرنا قال عم زينب أين والدي الحسين عم زينب أين عمي العمى فتح عين وصاح يا عم أبوي أحسين وين ما يسكت هاليتام ذوبون من الحني صاحة الله يعظ مجرات طاح عن مهر طعي بر محراس أجذت بالعواد مرتض صاح وين القمر لزهير بالفضل راعي الزوق ما نريد الماء خل يرجاع ولا يملي الجوع قالت الجود امتلى وين قطعت عليه الزنو ملك والين الشريعة وبالعطش واسفقض صاح قولي لابن عمي جاسمي لم هالأطفا ماه لازم هالعريس وإحنا يعمى بها الأحواء قالت الجاسم ترايات سكنة أرملها أشايا بثرت خضب بدمة ومات محد غمضة صاح قولي صاح وين أحزام ظهري وساعدي الأكبر علي يقوم يدرك هاليتام وهالحرم لا تنولي قالت اسكت لا تسايل ما بقى لي ولي شيل راسك شوف عماتك حواسر بالفضاء رفع راس وعايا نيل نسوان كلها امط الشراء وشاف روس اهلا بعوالي اهلا بعوالي والجثث فوق الثراء قالت تجيلي يا عم شهل مصاب اللي جرى يهجم العسكر علينا شلون بفاض الرضاء مصاب ويصيح واذ الله أين عشيرتي وسرات قومي أين أهل ودالي يا الله من اجتمعنا لأجله وسببه وقرأنا الفاتحة إلى جهته برد اللهم بالقرآن العربي الكريم مضجعه آنس به وحشته سكن به روعده كن اللهم لنا ولهجارا بعد الجيران وأنيسا بعد المؤنسين وعندك نحتسبه يا إله العالمين والفاتحة مع الصلوات شكرا اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة